بلجيكا، هولندا بلجيكا، هولندا بلجيكا، هولندا لا يفصلهما سور لا يفصلهما حاجز 26 دولة أوروبية استطاعت أن تتفق وتتحد أنهم يلغوا ما يسمى بالجمارك وبنقاط التفتيش الحدودية وبأنهم يفتحوا هذه الحدود بينهم 26 دولة أوروبية كانوا متناحرين متقاتلين، متباغضين من مئة سنة فقط وبينهم حروب وصلت إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية، ما هم طايقين بعض خلافات في اللغة، خلافات في الفكر خلافات في الدين خلافات في المذاهب واليوم استطاعوا أن يصلوا إلى هذا فيزا واحدة فقط تدخل كل هذه الدول طب هذا ما يحتاج تفكر ليسوا كده عندنا هنا بيت وقاطع في النص كده هذه الحدود هذه الحدود بين البلدين قلامة الإكس هذا وجاي في نص الباب كده بلجيكا هولندا وحتى رقم البيت رقم البيت هذا رقم البيت في بلجيكا رقم 2 وعليه علم بلجيكا هنا وهنا رقم البيت فيهش في العنوان الهولندي رقم 19 وعليه أعلام هولندا نص بلجيكي ونص هولندي فقعدنا نتفكر مع فريق العمل طب بعدين أحد سأل طب بيدفعوا كهرباء لمين بيدفعوا التليفون لمين فروح ندقين على صاحبة البيت آه فيه جرسين فيه جرس في الجانب البلجيكي وجرس في الجانب الهولن نضرب الإيش بلجيكي مرحباً 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 ففتحت فسألتها بتدفعوا كهرباء لمين انتو فقالتلي ده السايدوف ده هاوس بندفع للحكومة البلجيكية والجزء ده من البيت بندفع للحكومة ليش؟ الهولندية وبيحسبوا العدد فيه عددين حتى الشارع ده تلاقي مكسوم نصين المباني هادي بلجيكا والمباني هادي هولند متى يفقه العالم العربي والإسلامي الآية القرآنية عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بوضوح وبدقة واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ إذ كنتم أعداءً أعداءً متناحرين وقاتلوا مع بعض أعداءً فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخواناً هذه نعمة إخواناً هذه الآية تطبق على مين اليوم؟ مين اللي كانوا من أربعين سنة بتحاربوا وبتناقروا حروب عالمية واليوم صار ما في بينهم فييز وصاروا أقرب إلى الإخوان اتفقوا وفهموا المبدأ الإنساني الأبدي متحدين نقف متفرقين نسقط حتى الشارع عفواً واكفين وبين فرنسا وأوروبا حتى ما في خط ما في خط يدوبكية كده حديداية كده حطينا على الأسفلت كده إنه هذه معناها إنه إيش خلاص انتقلك من سويسرا لفرنسا كده سويسرا وكده فرنسا كمان يبين لك الفرق في الأسفلت يقولون نوعة جودة الأسفلت السويسري أحسن من جودة الأسفلت الفرنسي السيارة هذه فرنسية وهذا سويسري وأقرأوا في تويتر وفيسبوك كلام الناس بينهم بين بعض وشيء يعني حتى صار الواحد لما يبغى يهاجم أحد لا يهاجم فكره أصبح الحوار كله شوفوه في تويتر وفيسبوك ليس حوار فكري إذا اختلف معك في الفكر ماذا دخل معك في إيش؟ في مذهبك أوه أنت يا أخي تكلم معي بالفكر لا لا أنت يا خونجي أنت وحابي أنت سلفي أنت أصلك مدريش أنت قبيلي أنت خضيري تبحتونا والله شيء يدبح شيء يدبح ويقهر خلاص يعني والله خلاص شوف يا أمي شوف العالم في أن وصله طرى الواحد وعشرين عام الفيهة وإحنا لسه قاعدين نتخال أسماء الدول ما بقول ما بتكلم الكلام الحالم يعني زي نظوم خلافة إسلامية لا خلاص ما في مشكلة ما في مشكلة كل دولة تحتفظ بإسمها وما في مشكلة كل دولة تحتفظ بجنسيتها ما عندنا المشكلة يفضل الجواز المصري والسعودي والمغربي والتونسي وكل واحد لون كل واحد في كرسي يعني رئيس الوزراء السويسري موجود ورئيس الوزراء الفرنسي موجود ال Danny موجودين وال lingering جاسين علي كراسيهم ولكن ولكن مع هذا مع احتفاظ الفرنسي بجنسياته والسويسري بجنسياته ومع افتخار السويسري بأنه سويسري مفتخر هو في السويسري هو هو ما يبغي يصير فرنسي مع وجود هذا كله ولكن لا يمنع أنه تحصل وحدة في العملة تحصل وحدة في الحدود تحصل فلحدة في فيز في هذه المنطقة ولمصلحة الشعوب كلها وعلى هذا المطر وعلى هذا الغيث من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينزل غيث الرحمة والتعايش والألفة والمحبة بين كل العالم العربي والإسلامي بإذنه تعالى في القلوب كده تنزل رحمة وشفقة وحرص على حياة الفرد في العالم العربي لما فيه مصلحة الكل إن شاء الله